زمالة العمل وصداقة العمل وبيئة العمل كلها مصطلحات لعلقات العمل أي أن كان وبيئة العمل كغيرها من الأماكن التي تشهد تجاذبات وهلقات كثيرة منها الصالح ومنها الطالح قد تشتعل المنافسة بين الزملاء وقد تصل هذه المنافسة إلى الصراع خاصة إذا كانت مرتبطة بمنصب إداري رفيع مثلا أو مرتبطة بترقية ترافقها زيادة على الراتب فهل كل المنافسات مباحة؟ وهل أصبحت المنافسة شديدة في ظل صعوبة الحياة؟ نناقش هذا الموضوع معلمة الصفدي أخصائية نفسية وأثارية وحياة طلويانة أستاذة لما مجددا في استوديو الضفراء أهلا فيك وصباح الخير صباحك سعيد يا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك خبرين أستاذة لما بالنسبة لهذه المنافسة بداية شو سببها؟ أولا لازم نفرق ما بين المنافسة والصراع المنافسة هي شي جميل لأنه نحن دائما لما نتنافس على النجاح فبالتالي نحن مؤهلين أن يكون عنا عدد كبير من النجاحين ولكن لما بيصير في صراع على النجاح عنا عدد كبير من الخاسرين لأنه رح يكون بالنهاية في ناجح واحد والباقي سيكون خاسرين أثنين لما تكون هاي المنافسة هي بقصد فقط شخص يأخذ علاوة أو منصب معين فبالتالي أكيد في أشخاص رح يتم ظلمهم لأنه أحيانا ممكن تكون هاي المنافسة غير شريفة ممكن تتبع أساليب ملتوية للوصول فأحيانا كتير أشخاص ممكن بالنسبة لهم أي اسلوب للحصول على المنصب أو على راتب أعلى كل الأساليب هي مباحة هون المشكلة أحيانا لما بنسمع أن أسماء شركات كبيرة خسرت أو توقفت بيكون سبب من أسبابها به أنه وصلت هاي الشركة لمرحلة الصراع مرحلة من هو الأقوى من هو المستمر حتى لو كان على حساب الشركة نفسها وهذا الشيء أيضا ممكن يكون من عوامل اللي هي بتهدم أسماء شركات مهمة أعتقد أستاذة لما أن المنافسة الصحية ضرورية للعمل طبعا يعني أيضا تشعل الحماس وتشعل الإنتاجية ولكن كيف ممكن تتحول هذه المنافسة الصحية والسليمة إلى صراع شو أسباب تحولها إلى صراع الإدارة الإدارة هم الأساس لأنه أنت بتعرفي لما تكون الإدارة هي نفسها عندها قوانين منظمة الخير والشر النجاح والفشل المكافأة والعقاب يسري على الجميع فبالتالي لا مجال للصراعات ولكن الإدارة نفسها عندما تتيح الصراعات أحيانا في بعض الإدارات هي تستمتع بالصراعات لأنه هي البقاء سيكون للأقوى تستمتع بأنه يكون في صراعات دائمة فبالتالي هذا ما يسمى بضعف الإدارة لأنه المدير غير الناجح هو الذي لا يستطيع السيطرة على الموجودين عنده بالحق وبالعدل فبالتالي يلجأ إلى صراعات غير مبررة حتى يكون هو المسيطر كيف مسيطر؟ هو المسيطر لحل النزاعات فبالتالي هو سيكون المرجع الأساسي اليوم صار في مشكلة ما بيني وبينك على منصب معين هون أكيد رح ألجأ للأكبر أو للأعلى مستوى مثلا فبالتالي سيكون هو يحس بقيمة نفسه ولكن إذا كان هو فعلا إداري ناجح يجعل التنافسية هي المسيطرة في أي مؤسسة النتائج بتكون أفضل لأنه بعدها رح نتنافس أنا وأنتي على تقديم الأحسن الأفضل للأنجح هذا هو الفرق هل هناك حالات يكون المدير عادل ولا يحفز هذا النوع من السلوكيات ولكن يتم هذا الصراع بكل مؤسسة هذا الصراع موجود لا نستطيع أن نستثني مؤسسة واحدة ربما في العالم لا يوجد فيها هذا الصراعات والمنافسات ولكن لماذا نحن نتحدث عن الإدارة لأنه عندما يكون هناك رادع رادع وظيفي رادع أخلاقي رادع سلوكي رادع يمكن يعاقب نحن نقول أحيانا عندما يعاقب موظف واحد على إخلال أو مشكلة يتربى كل الموظفين المتبقيين عبرة ويكون هو عبرة فبالتالي هذا المهم يعني الإدارة اللي هي برأيها بأنه هو الصراع هو حل سليم لا بالعكس هو حل يزعزع دائما هاي المؤسسات ممكن يكون عمرها عدة سنوات ولكن لن تستمر المؤسسات غالبا اللي بتستمر هي اللي بيكون على الأقل مدراء الأقسام أنفسهم في اتفاق ما بينهم مش شرط الموظفين الأقل مرتبة مريتي لما بموقف كان فيه هناك منافسة تحولت إلى صراع بأغلب حياتنا المهنية دائما هناك منافسة تتحول إلى صراع هذا الوضع التقليدي أنا وأنتي وكل شخصي ممكن بيمر فيه ولكن هي كيفية التعامل مع الموقف كيف تعاملتي ويا الموقف التعامل مع الموقف أول أن نحن نقول دائما تجاهل الآخرين النجاح هو فقط المفتاح الذي يستطيع أن يفتح كل الأبواب نحن النجاح ولكن أنا إذا أنا عندي هذا الوقت 24 ساعة في اليوم إذا سخرت هذا الوقت حتى ألتفت إلى الكلام السلبي إلى العصي التي توضع في الدوليب التفت إلى كل شخص لديه رأي مخالف لما أقوم به لن أنجح فيه ولكن أنا فقط إذا اهتممت بعملي بما أقوم به بإنتاجيتي بالرضا عن النفس الرضا عن النفس أيضا هو مؤشر جدا مهم مهنيا وشخصيا فبالتالي يعني كل الصراعات ستختفي لأنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح أغلب الأشخاص الناجحين هم فعلا أشخاص كانوا يثبتون النجاح لأنفسهم وليس للآخرين صحيح لما ولكن أيضا هناك بعض الأشخاص اللي ما يعرفون كيف يتعاملون مع الموضوع يعني ممكن يوصل الصراع من الطرف الآخر إلى أذى الأذى ففي هذه الحالة هل شو السلوكيات أو رد الفعل الاحترافي والصحي في هذه الحالة؟ هل مثلا يضطرش إيميل؟ هل يواجه الشخص الآخر؟ شو الخطوات اللي يقوم بها هذا الشخص؟ نحن نقول دائما بعلم النفس بأنه كل شخص فينا عندما يتواجه مع المشاكل لديه ثلاث خيارات بعض الأشخاص تلف حول المشكلة بعض الأشخاص ترجع إلى الوراء وتندب حظها على ما كان معي سابقا وسيأتي مستقبلا والأشخاص الناجحين هم الأشخاص الذين ينظرون من المشكلة وإلى الأمام يعني يبحثون دائما عن الحلول باختلاف المشكلة أحيانا في بعض المشاكل والصراعات هي لابد من المواجهة وأحيانا التجاهل يكون هو الحل خصا حسب إذا كان الموضوع هو عبارة فقط عن تنافسية فبالتالي أحيانا إعطاء قيمة للموقف أو للشخص هو بحذ ذاته وانتصار له لذلك أحيانا يكون التجاهل كما تحدثنا إن كان الموضوع مهني بمؤسسة يعني بمؤسسة أو بخلينا نقول إداري المفروض أن يكون لأ في رادع والتواصل مع الشخص المسؤول ولكن إذا كان بطريقة شخصية أنت بتعرفي أحيانا في صراعات وظيفية تكون تحت الطاولة فبالتالي التجاهل هو الحل الوحيد إثبات بأنه أنا شخص ناجح بغض النظر عن كل هاي الأشياء اللي يتيت تجري من تحت الطاولة كما يقال نعود أستاذة للمة إلى التحليل السيكولوجي أو النفسي لهؤلاء الأشخاص اللي يتحول الصراع والتنافسية إلى صفة في شخصيتهم صح فشو الأسباب؟ هل هناك أسباب تعود إلى التربية وطفولة هذا الشخص؟ 90% هي تعود إلى كل الأسباب التي ممكن أن تدفع بالأشخاص أن يتغلب عليهم قسم الشارع على قسم الخير بشخصيتهم ويكون الأذى يعني في بعض الأشخاص عندما يأذون الآخرين يكونون بقمة السعادة والمتعة الأذى هو مسبب للسعادة لديهم يعني فبيكون هو مزاجه رائع لأنه مثلا اليوم تسبب بإزعاج شخص في هذه المؤسسة هذا سبب التربية 90% لأنه في بعض الأشخاص إذن الأباء شو يعني مثلا الخطوات اللي يتجنبونها سببت ما يربون ويغذون هذا الجانب من أطفالهم المقارنة كثير من الأهل دائما بيقارنوا بين أبنائهم كثير من الأهل بيصنعون عداوة بدون أن يقصدون ما بين أبنائهم أنا بشوف أحد الأمهات ممكن طفلتها تضرب الأخرى فتطلب من طفلة الأخرى أضربيها كما ضربتك أختك أنت بهاي الحالة بدل من أنه نحن نعمم مفهوم التسامح والخير وبأنه الأخوة وإلهم هنالك صنعتي فقط عدوتين يعني أنت قابلت العنف بعنف فأنا لما بقارن أطفالي أو بخلق المقارنة مع الآخرين لما بعرف أنه طفلي عنده قدرات معينة أو هذا ابني المراهق عنده قدرات معينة قدراته تقف عند هذا الحد لما كل يوم سمعوا كلام بأنه ابن عمك أفضل منك ابن الجيران أفضل منك ابن خالتك أفضل منك سنخلق عنده إحساس مش بالتنافسية بالصراع للوصول هو ما هدفه الوصول ليكون ناجح لهيك أنا حقيت لك نقطة مهمة كل الناجحين نجحوا لأنهم يستمتعون بالنجاح وليس هدفهم بأن يكون الآخرين يشاهدون نجاحهم وهذا جدا فرق مهم لأنه نحن ممكن نشوف فقاعات أنت تعرف ما يسمى بالفقاعة اللي هي بتظهر كل فترة كل فترة في عنا أسماء هي فقاعات في العالم العربي والغربي هي الفقاعة تبدأ سنة سنتين ثلاثة وتختفي هذا الشخص بيكون هدفه حصد النجاح ولكن هو نفسه ممكن يكون بأتعس الناس والدليل كم عدد انتحار المشاهير كم عدد انتحار الناس اللي هني وصلوا لقمة النجاح السبب كانوا نجاحهم مسخر للآخرين وليس لإسعاد أنفسهم لهيك لما أنا بكون ناجحة اليوم بالشي أنا بقدمه فأنا لما بخلص معاك اللقاء بكون بقمت السعادة لأني أحسست بارتفاع الطاقة الإيجابية عندي وبالنجاح لما بكون نجاحي هو فقط للفت انتباه الآخرين ممكن تكون نظرتي تجاه نفسي صفر أمياء بالأمياء شكرا أستاذا لما لهذه النصائح الرائعة شكرا لك والحوارك الجميل دائما شكرا عزيزتي وشرفتنا مجددا في الاستوديو إن شاء الله في حلقات وفقرات لازم تكونين موجودة ويانا ومثل ما سمعتم مشاهدينا النجاح لأنفسكم وليس للآخرين ومستمرين وياكم ولكن بعد الفاصل